يوم من عقد مؤتمر برلين بشأن ليبيا صدرت دعوة من الأمم المتحدة على لسان مبعوثها الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة خروج المسلحين الأجانب سلامة شدد في مقابلة صحفية على أنه يوجد في ليبيا مسلحون من أكثر من عشر دول آخرهم المسلحون السوريون المسؤول الأممي أشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت خطة تقضي بخروج كل المسلحين الأجانب من ليبيا مهما كانت جنسياتهم مؤكدا على المعارضة الأممية لهؤلاء المسلحين الأجانب سواء من النظاميين أو المرتزقة أو حتى شركات الأمنية الخاصة وفيما يتعلق بمؤتمر برلين قال سلامة أن المؤتمر لا يسعى إلى حل المشكلة بكل جوانبها بل سيكون المؤتمر مظلة واقية لما سيتفق عليه الليبيون في مسارات ثلاثة السياسية والاقتصادية والعسكرية أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فأكد على أن الهدف وراء مؤتمر برلين وضع خارطة طريق للتوصل لحل للأزمة واستعالة الاستقرار في ليبيا يأتي ذلك فيما اتضحت صورة المشاركين في مؤتمر برلين فمن داخل ليبيا سيشارك طرف الصراع قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراجة وعربيا ستشارك دولة الجوار مصر والجزائر إلى جانب دولة الإمارات العربية وأوروبيا ستشارك فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا باعتبارها الدولة المنظمة ودوليا أعلنت دول ذات ثقل سياسي أبرزها الولايات المتحدة وروسيا والصين المشاركة في مؤتمر برلين إلى جانب تركيا والكونغو باعتبارها رئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بشأن ليبيا ترجمة نانسي قنقر